دكتورة مينة أنت حضرتك بتشتغلي في الألاجة الطبيعي للفريق صحيح الفريق بيبقى أدي إيه ممكن تلاقي الإجهات باين على الفريق وقدي التعاون ممكن يخفف الإجهات ده بيبقى قوي في آخر وقت في البطولة ده بيبقى باين جدا على الفريق ومحتاجين دعم وتشجيع عشان يرجعوا في لياقتهم تاني ده أكتر حاجة بتفرق معاهم يعني كلنا نشتغل مع بعض فريق واحد كلنا نشجع بعض المدير الفني الطبي الإداري كلنا معاهم ده بيخليهم يرجعوا بيبقوا ممكن تقدم نصيحة للعابين أن أنت تقول لهم لو سمحتوا يتعاونوا مع بعض عشان تخففوا الأحمال على بعض هم قريدي بيعملوا كده لأنه دي من ضمن القيم اللي بنختار عليهم اللعيبة ده حقيقة دي من ضمن القيم الأساسية اللي لازم تبقى موجودة اللي هو العمل في فريق صحيح ومتعاون وشايف أنه هو أنا هلعب زي اللي جنبي هيلعب لو بسيط صح أنا هكده كده هدخل جوني يعتبر دخلت جوني يعني فدايما يعني دايما الروح دي موجودة أنتوا عارفين حضراتكم أنا ليه اخترت حضراتكم في الحلقة دي بتاعت التعاون بالضبط أن أنا عايز أقول إن التعاون ده مالي كل مساحات حياتنا من أول مساحة السعادة والمتعة في المشاهدة والنجاح واللي موجود في الكرة لغاية الحياة نفسها لما بتكون كمان في الصحة كمان فالتعاون موجود في حياتنا كلها